السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والهنة على عيونكم. النهاردة اه معنا فيديو بس اه مختلف شوية عن البداية التانية. ما فيهوش طبخ ولا حاجة عبارة عن اه روتيني يوم السوج ومشترايات كده بسيطة بالاسعار ان شاء الله الفيديو يعجبكم. اه في البداية كده انا صح ساعة ستة الصبح النهاردة مش النهاردة بس. وكل يوم بنجوم الساعة ستة الصبح خصوصا في المدارس. اه فقمت ساعة ستة الصبح بعد ما ديت ولادي للمدرسة. قلت لأ كان يوم السوج وصباح بصراحة كنت بنكسل يعني في ايام السوج كده ان انا روح السوج وكنت بروح نشتري خضاري كله اه من مكان كده بنشتري يعني مسلا بالجملة كده انا نشتري اه جفص اه طماطم. اه مشان شوية حاجة كده في الجنب منها خضار مش عارفة فكهة برضو بالاقفاص كده ونخلى عندي لمدة اه عشرة خمساشر يوم ما نروحش السوج. انما اليوم ده قررت بقى ان انا محتاجة شوية خضار لان جبل منها بيوم كنت في السوج اه فاشتريت جبل منها بيوم كنت في مشوار فجبت اجفص طماطم كده وشوية فكهة بس كنت محتاجة الخضار ده ضروري يعني كنت عايز نعمل محشو كده فنزلت السوج جبت شوية الحديات اللي انت شايفينه. جبت ايه جبت بالنجان من اللي هو المكبب ده اللي بيتشوي وبيتعمل اه بابا غنوج وممكن نجليه كمان. جنب الغدا كده في التحبيش بيكون طعم حلو. جبت منه الكيلو وربع بعشرة. جبت بقى شوية حديات للمحشي لزوم المحشي كده في الشتاء. آآ جبت فلفل من هو الطويل ده وبيتنجان كمان من اللي هو الاسمر العروس اللي انت شايفينه ده معكم. الاتنين آآ الكيلو ربع برضو بعشرة. مش عارفة بقى الاسعار مختلفة في اماكن واماكن غالية واماكن بتكون رخيصة. فتجربة كده الاسعار موحدة من عشرة للكيلو ربع بعشرة. وجبت هنا كمان بطاطا. جبت البطاطا التلاتة بعشرة. جبت هنا ستة كيلو ده كيس وكان كمان معي كيس تاني. وجبت بقى شوية خضار مشكل زي الخص والخضار التاني اللي هتشوفوه معي دلوقت. جبت ايه تاني? جبت برضو شوية كوسة برضو لزوم المحشي. من كل حاجة بنجيب كده حوالي كيلو كيلو ربع يعني بنجيب من كل حاجة بعشرة دنيا بحيس ان انا هنعمل محشي ويتن معي كمان خضار مشكل. لو احتاجته في آآ خضار او احتاجته مسلا في صنية خضار كده بالفراخ يعني بنجيبش احجام ما بنجيبش كمات كبيرة. بنجيب اللي يقضيني بس لمدة اسبوع وبنرجع نجيب تاني. جبت كمان جلجاز برضو الجلجاز بقى كده بعشرة جبت اتنين كيلو منه. مبنى ملوش كل مرة واحدة بنجشره وبنخزينه طلائجة حلوة كده ان شاء الله هنخزينه معاكو برضو آآ في الموسم بتاعه قبل ما يخلص يعني لان من اكتر الحاجات اللي احنا بنحبها شربة زي الشربة كده اخضر عملت معاكو قبل كده على القناة هو الجلجاز. اكتر كمان من السبانخ واكتر من الكوسة آآ والذي طبعا بيحبوه فبنجيبه على طول. جبت تلين كيلو بنعمل منه حوالي كيلو بس والكيلو التاني بنفرزه. جبت كمان جزر الجزر ده انا جابها الكيلو نص بعشرة. جبت حوالي كيلو الى ربع او كيلو نص. تاقل كده يعني ما مجيبت بعشرة دنيا برضو. مجيبتش كيلو يعني ولا كيلو نص. جبت بعشرة دنيا. جبت ايه تانا جبت خيار برضو. خيار ده بنحب ان اتجيه وسط. ما بيكونش يعني صغير زيادة. آآ اللي هو طول الصباح ده بنحبه لو لو هم خلل. لو هنخلله بنجيبه صغير. انما لو هناكله آآ اخدر كده. بنجيب وسط زي اللي انتو شايفينه كده. ما بيكونش فيه بيزر. وما بيكونش ما كمان جلبه نشف من جوا كده. زي الكبير آآ زد من اللازم يعني. وجيبت كمان خضار مشكل بقى لزوم المحش برضو. لزوم السلطة. وجيبت بكدونس. وكسبرة خضرة. وشبت. المهم ازبطت العملية كده في مسافة نص ساعة كنت جايه من السوق. آآ بس. الايام دي ايام كلها غالية نار. الاسعار كلها مولعة نار. هاتي حاشتك بنفسك. ما تكتروش في الخضار بالزات لانه بيفسد بسرعة. فهاته حاجات بسيطة كده. ولما تعودوا تاني انزلوا تاني وهاته. هنا بقى بنعمل ايه في الخضار? جيبت الاول كمان برضو نعناع. وجيبت خاص. شوية تشكيلة خضار كده. يش الخضار بيكون فضيح في الشيطة. خصوصا لو الصبح بدري روحت جيبته. يعني انا كنت في السوق على الساعة سبعة كده. مسافة نص الساعة او ساعة لربع بالكتير وكنت في البيت جابها حاجات الخضار وجيب. لان زي ما اجلت لكم ما جيبتش حاجات كتيرة جيبت حاجات بسيطة بس وجيب. بنعمل ايه بقى في الخضار بنفك كلها كل ربطة بننجل الاعدان الصفرة اللي فيها الاعدان الناشفة اي اعدان فيها لان دي بتخليها تفسد معي بسرعة. وبنخسلها غسلة كويسة وبنحطها على فوتها تنشف وبعدين نخرطها خرط صغيرة كده او ممكن نحطها زي ما هي بعد ما تنشف في علبة نفرش فيها منديل ونحطها وعليها برضو منديل ونغطيها كويس بالعلبة ونحطها في التلاجي. طريقة ام ايه بقى? طريقة ام بتاخدها تخسيلها كويس وبتنشفها وبتحطها في حل الالمونيوم. الحل الالمونيوم بتخليها زي ما تكون مزروعة كده في الحل. بتكون اه كناها مزروعة في الارض. زي ما هي خضرة تفضل معاها لمدة اسبوع زي ما هي. انما انا بصراحة بنحطها في علبة بلاستيك. زي ما هي كده عشان خاطر بتكون في بكدونس وعلى شابات على كسبرة خضرة. وبنخرطها عشان لما نعوز منها. مسلا عوزت بكدونس لوحدة وعزت كسبرة خضرة لوحدها. بنغض من كل حاجة لوحدها. خلاص ولو احتاجتي تاني. بنشتري تاني عندي تحت البيت موجودة على طول الخضار. آآ والطماطم من حدي موجودة عندي على طول. فبنجيب كميات صغيرة. بعد ما خلصت بجاء الخضار بتاعي وحطت كل حاجة مكانها. حضرت الغداء. كان عندي بواجي من الغد. آآ من قبل كده يعني بيوم. سخنتها كلها وحضرتها للغد. ما بنرمش اي حاجة الايام دي مش عايزة اي حد يرمي اي حاجة. بواجي رز بواجي مكارونا بواجي مش عارف ايه. كلها هنستخدمها وحنعيد تدورها تاني وممكن نعمل منها وصفات احلى كمان. ونستخدمها لتاني يوم ما بنرمش اي حاجة. الايام ديها تغالي. كل الاسعار غالية مولاعة نار. فيعني ربنا يعين اي حد يا رب يكون على جد حاله زي حالتنا كده. ما بترمش اي حاجة كل الاكلات. سخنوات تاني يوم وكلها عادي. ممكن تعملها وصفة تانية. ممكن تغيروها وتبدلوها وتخلوها طريقة تانية خالص. غير الوصفة اللي فات. دخلت باجا هنا على المكان اللي احنا بنتجمع فيه على طول. اكلنا فيه ومذاكرة ولادنا فيه. وكمان لما جيت من السوق جعدت فيه برضو فرشت حشت فيه. فالمكان ده على طول عندي بيتنظف مرتين تلاتة في اليوم. مش مرة واحدة. فردفت كده سريعا سريعا كده. نفضت بس كده نفضت الركن حلو. وشيلت المخدات دي المخدات دي او المساني دي بنقعد عليها ساعة ما نجي ناكل او ساعة ما نجي نزاكر للاولاد. فالمكان ده عموما تجمعتنا فيه كل يوم او طول النهار فيه. اللعبة بيكون فيه والمذاكرة فيه والاكل فيه. فبيتنظف والله مرتين تلاتة في اليوم مش مرة واحدة. عكس باجات الشجة. باجات الشجة ممكن نجوم الصبح نرواجها اوض النوم اه اي اوغة تانية مسلا المطبخ نغسل الموعين قبل منها بيوم في الليل قبل ما نام. فبنصح اللاجي كله مترواج ما ايد الحتة دي. بولا دي بيلبسوا فيها الصبح. بيلبسوا في الاغضاء ويجوا هنا يلبسوا اه يكملوا مذاكرة. اه اللي عليها حفز نص او قرآن. اه تحفظوا. الفطار برضو بيكون فيه. الغد مش عارفة ايه? فبتنظف تلاتة اربع مرات زي ما قلت لكم. فنظفتوا كده على الماشي كده لانا كنت شالس جات جبل منها بيوم ومسح الشجة كلها مرواجها. فاخدتها كنسة بسيطة كده بما اني باجا كان عندي غدا. فما كنتش آآ جلجانة بالاكل. جيت من السوق على طول. خلصنا فطارة انا وجوزي وابنت الصغيرة وبعدين جمت شطبت باجيت معين الفطار. وزبطت باجتي الشجة برضو. ورحت مشوار وجيت هنا كملت بعد الغده باجا ترويج الشجة كده على الماشي. قبل ايه? قبل الجو مليل. وبعد الجو مليل بنقعد نذاكر فيها برضو وبرواجها تاني قبل ما بننام برضو. فالمكان اللي بيكون فيها اي حد في الدنيا بحاله عنده مكان بيتجمع فيه مسلا ريسبشن آآ قضت مسلا معيشة مش عارفة يعني عنده المكان ده هو بتاع المعيشة. هو اللي مكان اللي جاعدة كله. فبيتنظف مراتين تلاتة في اليوم. خلصت باجا ترويج كده وكانستم بمكلسة الكرابة كده ما كانش فيه حاجات ياما يعني. مجرد بس مكان المذاكرة حبوب حبايات رز كده مطرح الاكل. بالمكلسة باجا هنشخد كل حاجة وننظف كل حاجة. استجاد بنخسله حوالي تلات مرات او اربع مرات في السنة. وبنمسحه كل شهر بمساحان كده على الناشف. ان شاء الله هنمسحه برضو معاكم. وحنقول لكم ازاي تنظفوه. ويفضل نضيف معاكم زي الفل كده بصه شمعة منورة كده. طول السنة بيتون نضيف. بس بنخسله غسيل قويس عندي جماعتني. تلات اربع مرات في السنة. انما آآ المسحان بيكون كل اسبوع او كل مسلا عشر خمسشين يوم منفك كده على الناشف كده. خلصت باجا هنا كنيس. او تصبيق. ورصيت باجا كل المخدات تاني زي ما هي تاني. اولادي بيجوا يقعدوا عليها يذكروا. آآ زي ما قلت لكم بيت نططوا عليها ويلعبوا عليها. فحطاها على طول جاعدتنا كلها في المكان دي. خلصت باجا ترويج. هنعمل اي دلوقتي? هنولع شوية بخور. راحتهم فظيعة. هتكون جالبة البيت كله. بتطلع الطاقة السلبية كده وبتدينا طاقة ايجابية وحيوية كده وريحة حلوة في البيت. وكمان اهم حاجة. ساعة المغارب بالزات كده بتكون لو انت فتحة شباك او الباب تفتح منك وانت داخلها. فبيدخل من ورا منك كده شوية دبال كده. بتكون رزلة. ما بتداش تطلع. الدخان باجا بتاع البخور ده بيطلعها باجا. بتفتح الشباك زي ما انا فتحها كده وتولها شوية بخور. وتلف بهم الشجة بحالة بعد ما اشط بيها وتكنسها والزباطيها كده. بتلاقي كل الدبان طلع. وكل الطاقة السلبية طلعت من البيت. وعملت هنا كمان كيكة حلوة كده زي اللي كنت عاملها قبل كده معاكم في القناة. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف اللي عملتها عشان خاطر العشاء. العشاء بيكون عندنا خفيف. مجرد بس جبن آآ كيكة مسلا ونسكافيه وشاي. حاجات بسيطة كده. عملتها دي خفيفة وحلوة وظريفة كده. ممكن تحشوها وممكن تكلوها كده زي احنا بنكلها مع الشاي او مع النسكافيه. هشة كده وخفيفة ومجادرها مزبوطة وبيتكون مية مية معاكم. هنسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف فلو انتو عايزين تجربوها. ما شاء الله عليها هشة وعالية وكده وحلوة. آآ في النهاية بجا لو اعجبكم فيديوهات زي ديت روتينات وحاجات زي ديت حماسية. بقولولي في التعليجات وان شاء الله نزل لكم وصفات او فيديوهات اكتر من كده. آآ لايك للفيديو بجا واشتراك للقناتي. شوفكم على خير. واسبكم فرعاية الله مع السلامة.